لا زالت لحد الآن الأمور تأخذ صراع إعلامي يعني لا زال كل جميع الأطراف تحاول إظهار سياسة التعند وسياسة إظهار القوة يعني عندما نرى الآن التصريحات عندما قامت الطائرات الصهيونية عام 1981 في بداية حزيران بضرب المفاعل النووي العراقي مستغلين انشاء العراق بحربه المقدسة ضد إيران في عام 1981 وضرب مفاعل تموز هل قامت أجهزة الإعلام أو المؤسسات العسكرية والأمنية الصهيونية بالإعلان عن ذلك؟ أم كانت ضربة مفاجئة؟ وكانت ضربة محسوبة؟ إذن عندما تريد أن تقوم بعمل تعرض وعمل مهم جدا يفترض أنه يستخدم العملية السرية في ذلك إذن أنا أرى لحد الآن هي عملية مماحكة وعملية تبادل إلى إظهار مظاهر المواجهة الحقيقية أو المواجهة المحتملة بين كل من إيران وكيان الصهيوني وحتى الولايات المتحدة الأمريكية السبب في ذلك أن الكيان الصهيوني ينظر إلى تأمينه الأمن الصهيوني تسبب في كثير متصدع يعني لو رأينا ما حدث في شهر رمضان وفي موضوع المواجهة التي حدثت ما بين الفلسطينيين وما بين الكيان الصهيوني إذا رأينا كيف كانت جيش الدفاع الصهيوني وأدواته وقبته الحديدية كيف كانت أمام منعطفات كثيرة وأنه أهداف كثيرة أصيبت وضربت الأمن الصهيوني في الصميم إذن الكيان الصهيوني يسعى إلى ذلك ولكنه لا يسعى إلى فتح جبهات عديدة الآن في الوقت الحاضر طيب ولكن عفوا أستاذ ياد عن مقاطعة لكي يستغل الوقت لكن في نفس الوقت إيران تتقدم نوويا تخصب على مستويات عالية يا سيدي الكريم كيف لهم أن يتركوا إيران وهي تستمر بالتقدم أنا كنت سأأتي إلى هذه النقطة وأقول لك لماذا هذا التصعيد الصهيوني النظام الإيراني بدأ يعلن وهذا تحت وهذه سياسة نعلمها جدا عندما تكون هناك مفاوضات أو عندما يكون هناك جلسات الحوار تحاول إيران أن تأتي إلى الحوار بيدها شيء تناقشه وبيدها شيء في الميدان إن كان في الميدان من خلال أدواتها وكلاء في المنطقة يعني كالجبهة في اليمن في لبنان في العراق وحتى في سوريا وكذلك ما تأتيه بخصوصها الفني هي أتت إلى الجولة السابعة فماذا أعلنت؟ قالت نحن نقدم ورقتين الورقة الأولى تتعلق برفع كامل إلى العقوبات الاقتصادية وعدم تجزئتها وإلا وأرجو أن ننتبه موضوع وإلا سنستمر في نشاطاتنا النووية وهذا كان ابتزاز سياسي يحاول التأثير واستخدام بواطن والرسائل المبطنة للقوة التي تمتلكها الميدانية هو موضوع الأنشطة النموية والنقطة الثانية أنها تسعى بعد ذلك إلى عدم مناقشة الصواريخ مرامج الصواريخ الفاليستية والتمدد واعتبار هذا التمدد سياسة خارجية لا أحد لديه علاقة بها وعليها وهنا أدخل شرطا لم يكن في كل الجولات السادسة الماضية وهي على الولايات المتحدة أن تقبل وحلفاء الأوروبيين بالموافقة على إبقاء النشاطات النووية إلى مداياتها التي وصلت بها والاحتفاظ الإيرانيون بها كحق مشروع لهم وهو يشير إلى ماذا إلى نسبة الإيرانيون المخصب الذي وصل إلى 20% يريد الإيرانيون الاحتفاظ بهذه النسبة شرط من شرط الموافقة على إعداد اتفاقية جديدة وهذه العشرين بالمئة ما تتشكل تشكل من مجموع 244 كيلوران من اليوناريوم المخصب الذي تم إنتاجه خلال هذه الفترة السنتين الماضيتين بعبر ماذا عبر سلسلة تتكون 166 جهاز طرد مركز وضمن نظام AR6 وهذه ما حدث في منشأة فوردو ولهذا السبب الآن الوكالة الذرية الوكالة عن المنطقة الذرية تطالب بالتفتيش لهذه المنشأة ولا ننسى أيضا منشأة كرج التي تم رفع كل الكاميرات التي تراقب الأنشطة النووية خلال الفترة الماضية إذن هذه الاعتبارات وهذه الأصيغة المتبعة من قبل إيران وهذا التصعيد في عملية المواجهة للمجتمع الدولي أدى إلى أن تكون هناك إجراءات أو أدى إلى أن يكون للكيان الصيني ردود أفعال تكاد تكون في بعض الأحيان عسكرية ومواجهة أو للإعداد إلى مناورات عسكرية ومشتركة بينه وبين الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة هذا التصعيد سيجابه في الجولة الثامنة بشكل آخر كيف أن الأوروبيون بدأ يشعرون بحرج أمام الحليف الأمريكي لأنه لا يريدون جميعا أن تصل إيران إلى هذا الحد من الإيراني والمخصف هم متفقين إلى ثلاثة بوينت سوعة وستين الآن وصلنا إلى عشرين بالمئة نحن لا نتكلم عن صير تسعى بها إيران الوصول إلى ستين بالمئة وهذه البيئة متحققة هم يعلمون تحققت في باطن الأرض وتحققت في منشآت نموية معروفة ومرصودة لكن لا زالت لحد الآن مدار البحث السبب أن الولايات المتحدة الأمريكية سياستها كما قلت لا زالت تعتمد على ليس سياسة المواجهة لا زالت تعتمد للأسلوب الدومنوانسي في حل مشاكلها مع إيران لا زالت تعطي إشارات إلى الإيرانيون ليطمئنوا في هذا الجانب والإيرانيون اتخذوا هذا الجانب وأدركوا حقيقة عدم وجود سياسة رادعة لهم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن لها أن تفعل إلا ما يمليها عليها مصالحها استراتيجية بعيدا عن حماية حلفاء وشركاء في المنطقة طيب بالحديث عن قاعدة كرمنشاه والتهديدات الإيرانية الواضحة هم سبقوا أن استخدموا هذه القاعدة في ضرب قاعدة عين الأسد سبقوا أن استخدموها في دير الزور وأطلقوا الصواريخ فعلا والآن هي تأتي مع المدى لهذه القاعدة أن يضربوا إسرائيل برأيك وهناك الكثير من السيناريوهات ولكن أريد أن أرى قراءتك للموضوع إذا ما إسرائيل فعلا قامت بضرب المنشآت النووية بأي شكل من الأشكال كما فعلت في العراق وكما فعلت في سوريا هل من المعقول وهل تتوقع بأن إيران ستفاجئ الجميع وتضرب إسرائيل لأول مرة في تاريخها بشكل مباشر إيران الكيان الصيني يعلم خطورة ذلك إيران الآن تمتلك كما قلت قبل قليل نسبة كبيرة من اليورانيوم المخصف تتلك كثيرا من المعدات الخاصة بأجهزة الطرد المركزي لديها نشاطات نووية هما يدركون خاصة أنه البرنامج النووي بحالة استخبارية عام 2018 تم السيطرة علينا من قبل المخابرات الصينيونية الموساد وهذا ليس بغريب أعلن رسميا وأعلن عبر وسائل الإعلام إذن الولايات المتحدة الكيان الصيني يدرك حقيقة ما لدى الإيرانيون لكن هل من مصلحة الإقليمية والدولة الآن أن تكون هناك مواجهة ما بين الكيان الصينيوني وإيران أو هل أو لكما يقول هل إيران تسمح أن يصاب نظامها السياسي وتهدد يهدد أمنها القومي وتجربتها السياسية في إيران لدامة 40 سنة أنا لا أعتقد ذلك لأن الإيرانيون حريصون على إبقاء نظامهم السياسي الإيرانيون حريصون على إبقاء مشروعهم السياسي في المنطقة العربية والشرق الأوسط هم حريصون على الأذرع والتمدد والوكلاء وكل الشبكات وكل المليشات التي ساهموا في تأسيسها ليس بالسهولة أن يتخلى النظام الإيراني عن هذه السياسة لقاء ضرر اشتركوا في القناة